وفي كلمته بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية وشرق أوسطية تعترف بجمهورية الصين الشعبية كما أشار سيد الرئيس السيسي إلى أنه في الثلاثين من شهر مايو الماضي يكون قد مضى خمسة وستون عاما من العلاقات بين مصر والصين فخامة الرئيس لعلها تكون المفارقة التاريخية هي التي جعلت أول مؤتمر وطني للحزب الشيوعي الصيني عام 1921 يتوافق مع الثالث والعشرين من شهر يوليو هو تاريخ عزيز على الشعب المصري أيضا لأنه في نفس هذا التاريخ قامت الثورة المصرية المجيدة في عام 1952 والتي وضعت أسس وجه الدولة المصرية الحديثة والقضاء على الاستعمار في مصر ودعمت كافة حركات التحرر في القارة الإفريقية فكانت مصر أول دولة عربية وإفريقية وشرق أوسطية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وإنجازات الحزب الشيوعي الصيني وأقامت العلاقات الدبلوماسية معها وفي الثلاثين من شهر مايو هذا العام يكون قد مدى 65 عاما من العلاقات بين بلدينا